ودلوقتي تقدر تستفيد من عروض الوايت فرايدي على موقع سديكي اوفر انك تقدر تشتري نسخة ويندوز تن بسعر رخيص دي جدا كل عاليك بعد ما تخش على الرابط هديد ضغطنا على كلمة واي ناو وهتبدأ تديف كوبون خاصمة يعمل لخصمة خمسة وعشر في المية على سعر النسخة وسعر النسخة يتحول من اتنين وعشر دولار لستاشر دولار كمان لو انت حابب تشتري ويندوز اليفن برضو هتلاقي عرض بناسبة الوايت فرايدي هتبدأ انك انت ضيف كوبون الخصم وسعرها هيتحول من تلاتين دولار لتلاتة وعشرين دولار اما لو حابب تشتري اوفيس الفين وستاشر نفس الفكرة هتقدر تشتريه بسعر رخيص جدا كل اللي عليك هتضيف كوبون الخصم الخمسة وعشر في المية وسعر هيتحول من تسعة وتلاتين دولار لتسعة وعشرين دولار وبالنسبة لأوفيس الفين وحد وعشرين تقدر انك انت تحصل على خصم خمسة وعشرين في المية برضو عليه كل اللي عليك هتضيف كوبون الخصم. وزي ما انت شايف سعره هنا ميتي دولار سعره بيتحول بعد الخصم من خمسة والسبعين دولار. وبعد ما بتحصل على السريل كل عليك بتروح على القايمة وبتروح على بعد كده بتروح على وبتنزل تحت هنا على التفعيل وبتبدأ انك انت تتفعل وابتبدأ انك تضيف السريل اللي حصلت عليه تفاعل بين نسخة عندك على طول مدى الحياة وبكده بانت فعلت عندك مدى الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وسضلا السلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. اهلا بكم. من اكتر المشاكل اللي بتوجك عندك على الجهاز ويسبب لك مشاكل سواء في التقلق او في الشاشة الزرقة او الجهاز بيفتح ويقفل او في الصوت او في الانترنت. هي مشاكل عدم وجود تعريفات صحيحة عندك على الجهاز. يعني على سبيل المثال كلنا عارفين ان شكل ماكروسوفت بتنزل لنا تحديثات على الويندوز بشكل مستمر. اثناء بتناديل التحديثات دي بتنزل التحديثات كمان للتعريفات لكن للأسف التعريفات اللي بتنزلها عندنا على الجهاز عشان تعرفنا لك قطع بتاعت الجهاز بتاعتنا تعريفات فشلة بمعنى الكلمة لانك انت لو بسيط على اي تعريف من اللي بتنزله سواء لكارت الشاشة او اي حاجة تانية بتلاقي ان هو بيتنزلك اصدار قديم وده اللي بيسبب لك المشكلة عندك وخصوصا الشاشة الزرقة ان كنت بتتحديثات بيتنزل لك تعريف قديم للكطع بتاعتك. لكن النهاردة بتجدنا نشوف مع بعض ازاي ان كنت تتنزل التعريف الصحيح باحدث اصدار سواء بقى انت مسلا عندك ايمي دي عندك انتل عندك انفيديا كل التعريفات الاساسية بتاعتك. ازاي ان كده تتنزلها عندك على الجهاز بشكل صحيح. فتعالوا مع بعض روح لصلاة المكتب ونشوف ازاي احنا نعرف جميع الكطع عندنا على الجهاز وبضغطة واحدة سواء انت لسه مسطح بالويندوس جديد. او حتى لو انت مسلت بالويندوس وعندك التعريفات القديمة. ازاي انك اتحدثها الاحدث الزر من التعريفات. يلا ابينا. ودلوقتي نشوف مع بعض ازاي انك اتحل المشكلة نقصة التعريفات عندك على الجهاز او التعريفات الخاطئة اللي موجودة عندك على الجهاز. كن اللي عليهك عشان تتعرف الاول التعريفات اللي فاع مشاكل او التعريفات اللي نقصة عندك على الجهاز. انك انت لو انت على حدata شه pa fast, جاينك ايجually على الكمبيوتر.ivamente تنزل تحت هنا على كلمة تضغط ضغط عليها بالشكل ده. المهم انك انت هتوصل لاختيار تضغط عليه ضغط هنا بالشكل ده. وهيبدأ يفتح معاك القائمة دي. هتروح هنا على ضغط هنا بالشكل ده. هيبدأ يظهر لك جميع القطع بتاعت جهازك زي قط الشاشة وقط الصوت وكل القطع اللي موجود عندك وقطع وكل حاجة. طبعا اي حاجة موجود عليها علامة تعجب بالاصفر المسلس الاصفر ده. ده التعريف ده مش موجود خالص. يعني حتى مش مشكلة ان هو مش شغال او تعريف خطأ. لا هو مش موجود خالص. فاحنا هنشوف اول حاجة مع بعض ازاي لو انت عندك تعريفات عليها المسلس الاصفر ده. وعايز انك انت تعرفها تعمل ايه? انت هديجي على التعريف اللي فيه المشكلة وليكن مسلا التعريف ده. زي ما انت شايف هنا فيه مشكلة مش موجود خالص. هديجي عليك للك يمين. وهتنزل عن اخر اختيار تحت اللي هو تضغط عليه ضغطة بالشكل ده. وتروح هنا على بعد كده هتنزل تحت افتح القائمة دي هتلاقي عندك قائمة وجودة. دايما هتلاقي عندك في هو ده التعريف. هو ده اسم التعريف بتاعك او اسم القطعة. تضغط عليه ضغطة بالشكل ده. كل عليك هتلاقي مسلا اكتر من سطر. زي ما انت شايف هنا عندي موجود حوالي اه خمس تسطر او اربعة تسطر. هاجي على اول سطر دايما. تيجي على اول سطر كليك يمين. وتاخده كده كوبي. انا اخدت اول سطر الكيدة كوبي. وتروح على الموقع اللي هتلاقينا فكلك الرابط بتاعها في سندول وصف. موقع درايفر باك. الموقع ده من افضل المواقع اللي موجود عليه جميع تعريفات الاجهزة. كمان عليه استوانة كاملة فيها جميع التعريفات لجميع الاجهزة. لكن احنا هنختار التعريف بس اللي هو ناقص عندنا عشان حجم الاستوانة كبيرة جدا. ممكن بتوصل لتلاتاشر جيجا. فانت كل عليك بعد ما اخدت اسم التعريف كوبي هتبدأ في مربع البحس هنا. تعمل لها عملية لصك زي ما قلت لك هتلاقي رابط الموقع في سندول وصف. هيبدأ ايزال لك زي ما انت شايف التعريف. تضغط عليه ضغط هنا بالشكل ده. ويبدأ ايزال عندك بالشكل ده. فانت كل عليك هتبدأ انك تتحمل. طبعا هنا جايب لك اسم القطعة وجايب لك التعريف بتاعها حتى الاصدار بتاعها سنت كام وكل حاجة. تمام. فانت كل عليك هتنزل تحت على كلمة واللوت. تضغط عليه ضغطة بالشكل ده. اخر اختيار تحت. تضغط عليه ضغطة بالشكل ده. وتشوف اي مكان مسلا عندك على الكمبيوتر تخزنها. مسلا على ديسك توب وقال لكم. هضغط هنا على وبدأ التحميل وابدأ احملها. طبعا كل مساحة التعريف تختلف عن التانية. ممكن تلاقي تعريف صغير حجم صغير. ممكن تلاقي تعريف حجم كبير. تمام. هبدأ بعد كده طبعا نزل عندي الملف اهو. هجع عليه كليك يمين واعمل له عملية استخراك فاك ضغط مثلا. بالشكل ده. ويبدأ انتج عندي. الفولدر ده هو اللي فيه التعريف. لو دخلت جوا كده. خش جوا هنا. اتلاقي انتل. اخش جوا هنا. تخش جوا هنا. خش جوا هنا. مرة تانية. هو كزا جوا بعد. لكن هتلاقي في الاخر التعريفات. طبعا ده ما يستطبش من هنا. مش مجرد دابل كليك يتسطب التعريف. انت تستطب ازاي? او تخلي التعريف يشتغل معك ازاي? انك انت كل عليك بتروح على التعريف اللي احنا قلنا فيه المشكلة. طبعا هنقفل لي كده تاني لو مش موجود عندك. كليك يمين وتروح على والمرة هتروح هنا على ماشي بالشكل ده. تاني اختيار وهتروح هنا على تضغط عليه ضغطة بالشكل ده. هيبقى عندك نوعين انك انت مسلا تعمل من خلال الانترنت على التعريف اللي نقص عندك ودي مش هتحل لك اي مشكلة او مش هتجب معك اي نتيجة. لكن لو رحت هنا على انك انت تختار التعريف ده من عندك من على جهاز الكمبيوتر. طبعا احنا كنا حملنا هنا. ونضغطينا على واروح مسلا على التعريف موجود عندنا هو بالاسم ده انا اخذ او الاسم من برة كده من عند كده مسلا. ناخده كده مش نخش جوه خالص من عند من الاساس بتاع مسلا. ناخده كده اوكي. نضغط هنا على وهيبدأ دلوقتي ان هو يستطيع لنا التعريف وهضغط هنا على هضغط هنا على تاني. ماشي. طب بصد دلوقتي زي ما انت شايف المشكلة حلت عدي بتاعت التعريف. هوقق كان في عندي اتنين. كان في عندي اتنين. هليهم مسلس اصفر. في واحد منهم خلاص حلت المشكلة بتاعته. وبقى تحلي المشكلة بتاعته. طب وليكن مسلا على سبيل المسال انا عايز مسلا تعريف تاني. احلي المشكلة بتاعت التعريف التاني ده. نفس الفكرة. بالضبط ده يا نحتاجي يمين. وروح هنا على وبرو بارتز. وبعد كده روح هنا على بعد كده هفتح القائمة دي هروح على دايما هتلاقي عندك الاسم ده اللي هو تضغط عليه ضغطة بالشكل ده وتنسخ اول سطر فوق وتاخده كده كوبي وتروح على الموقع نرجع خطوة هنا كده الورا حط الاسم في مربع البحس مجرد ما بتحط الاسم زي ما تشاء بيجيب لك التعريف تضغط ضغط هنا بالشكل ده ونفس الفكرة بالضبط تضغط هنا على كلمة ده واللود وهتبدأ التخزين واللي يكون عندك على الديسك توب او في اي مكان ممكن تحتفظ بيهم لو في اي مشكلة بعد كده بدأ التحميل ويبدأ يتحمل ماك على طول نفس الفكرة بتروح طبعا خلاص ده الاولاني فانحنا نحزفه كده عشان ما نتلغباش ده التاني اللي هو في المشكلة كليك يمين ونعمل لك برضو فك ضغط من خلال برنامج هينتجى عندنا فولدر اهو تمام هنرجع خطوة الوري هنا على درايف واروح هنا على براوزر وابدأ اختار التعريب بتاع نفس الطريقة افتح الفولدر واختر اول جوه وضغطينا على هيبدأ دلوقتي يعرف لي التعريف زي ما انت شايف خلاص طبعا ده كان تعريف خاص بالبلوتوس هضغطينا على وهتلاقي دلوقتي اللي هو المثلس الاصفر ده اختفى عندي لان اعرفت التعريف هضغطينا على خلاص هضغطينا على تانية خلاص حلية المشكلة للتعريفات عندي وزي ما انت شايف التعريف ظهر بتاع طبعا ما كانش يشغل عندي ده بالنسبة للتعريفات اللي جاي عليها مسلس اصفر طب يفترض ان التعريف اللي عندك موجود وليكن مسلا اكتر مشكلة بتواجه الناس كلها او المستخدمين كلها هي ان بيكون تعريفات كارت الشاشة شغالة وموجودة لكن بتلاقي لها مسلا التعريف مش شغال كويس وليكن بيحصل مسلا عندك الشاشة زرقة الشاشة الزرقة المهزومة يا جماعة بتيجي نتيجة انك انت عندك التعريف نازل مع الويندوز زي ما قديم عندك وليكن مسلا على سبيل المسال لو رسلنا على زي ما اتشاف انا عندي طبعا كارتين شاشة كارت انتل وكارتين انفاديا طيب كارت الانفاديا انا كنت معطله بسبب ان هو نزله تعريف من على الويندوز فطبعا كل ما اشغاله وقت اضغطه مسلا افعاله بالشكل ده خليه كل ما اشغاله ما بيكملش خمس دقايق ولاقي ان جهاز بيقفل معي ويجيب لي شاشة سرقة ده نتيجة ان التعريف ذات نفسه قديم جدا اللي موجود او الويندوز ذات نفسه شركة ميجروسوفت نازلتولي في التحديسات تعريف قديم جدا فانا كله علي عشان حيل المشكلة دي هجي هنا كليك من عليه ونفس الطريقة هضغط هنا على خصائص اروح هنا على افتح القائمة دي اختار اول اختيار فوق ماشي واجي هنا نفس الطريقة اخد اول سطر ده كده كوبي وابدأ اروح هنا وارجع خطوة الورا طبعا دلوقتي انا هحمل تعريف كارت الانفاديا انفاديا ام دي انت هتلاقي كل التعريفات موجودة عندك نفس الطريقة تمام هنا جايب لي اسم الكارت وكل حاجة وجايب لي القطع بتاعتو والاصدار بتاع وكل حاجة كل المعلومات جايبها لي زي ما انت شايف موجودة عندي. فاتا كل عشان تبدأ تحمله برضو نفس الفكرة انا كنت اضغط هنا على كلمة تويل واللود. طبعا زي ما انت شايف ده تحديس الفين وعشرين ممكن يكون لديك الفين وخمستاشر الفين وستاشر. ممكن يكون تحديث تحديث قديم او تعريف قديم. فانا ضغط هنا على كلمة نفس الطريقة يا خزينا وليكن عندي على الديسكتوب ممكن تحتفظ بيه عندك خلي بالك لان مسلا حجمه كبير عشان ما تحملش كل شوية قبل ما التعريف يتحمل كده هوريك حاجة وليكن على سبيل المسال لو روحت هنا على هنبص على التاريخ بتاع التعريف كده هتلاقي زي ما انت شايف ان هو خمسة وعشرين تسعة الفين وسبعة عشر خمسة وعشرين تسعة الفين وسبعة عشر وده اللي بيسبب للمشكلة لو روحت هنا على الموقع مرة تانية هتبص هتلاقي ان التعريف ذات نفسه اللي هو بتاع شهر آآ تسعة وعشرين خمسة تسعة وعشرين خمسة الفين وعشرين يعني التعريف ده نازل بعد التعريف اللي موجود عندي بتلات سنين بحال وده اللي بيسبب لي مشكلة ان كل ما مسلا ما التعريف يبقى موجود عندي يجب لي شاشة زرقة التعريف القديم فانت لازم ان بقى تشيك عليهم واحد واحد عشان تحل جميع المشاكل دي اي تعريف تحس ان بيعمل لك مشكلة في قلب الجهاز سواء تعريف كارت الشاشة كارت الصوت اي حاجة لديت الجهاز عندك الصوت بطاعة واطي خش على تعريف كارت الصوت وابدأ حمل احدث تعريف هنسيبه لحد ما يخلص ماشي خد بالك من التاريخ ده كل كويس جدا اللي هو عبارة عن خمسة وعشرين تسعة الفين وسبعتاشر لان بعد ما هحدث التعريف هيتغير عندي هيتغير عندي هيبقى عبارة عن زي مؤتلك اللي هو عام الفين وعشرين ماشي هننتظر لحد ما يخلص خالص تمام دلوقتي التعريف تحمل عندي بتاع هاجي عليه كليك يمين وعمل له عملية استخراف فك ضغط بالشكل ده كده طبعا نفس الفكرة عشان ابدأ ان انا اعرفه عندي او راح هنا على وابدأ اختار هنا براوزر اضغطينا على براوزر وروح على المكان على عندي واختار من هنا واضغطينا على وضغطينا على طبعا ممكن ده بياخد وقت شوية لان حجم كبير وبال ما يثبت عندي تمام كده خلاص وهيثبت التعريف هلغطينا على خلاص زي ما انت شايف لو بسيت على التاريخ التلقائي على طول تحول لتسعة وعشرين خمسة الفين وعشرين كده انا موثق ان التعريف اللي عندي بتاع كارت الشاشة هو احدث تعريف موجود على الانترنت ومتاح لية ومشي يجيب لي اي مشاكل تاني ولا الشاشة زرقة وهيشتهل عندي بكل كفاءة نفس الفكرة بقى على اي تعريف عندك يعني مسلا هنا ده تعريف كارت الصوت نفس الفكرة تبدأ انك انت تشوف لو في مشاكل تعريف اي تعريف هتلاقي موجود عندك على الموقع بتاع مجرد بس ما تحط اسم التعريف هنا زي ما عارفنا ازاي وتبحث عليه وتبدأ انا كنت تتثبته بالطريقة اللي احنا كنا عليها. وبكان زي ما شاونا بكل سورة انا احنا يعرف التعريفات الصحيحة على الاجهاز بتاعنا يا رب يقول حالي عجبتكم من كل استفدتم منها. يريد نصرف لو كل شرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.